السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة كليكوك معكم مريم بركات يوم سوف أقدم لكم حلوات ثريعة التحضير بأربع مكونات فقط هشة تدوب في الفم هذا هو شكلها زينتها طريقتين مختلفتين من حلويات الزمن الجميل وتأتي معها ذكريات الطفولة هذا هو شكلها سوف نحتاج فيها للمقادير كما قلت أربعة مكونات أساسية وهي سكر ناعم أو سكر سقيل أو لشكر غلاس 130 جرام دقيق أو فرص ما بين 350 إلى 400 جرام من الدقيق سوف نحتاج إلى الزبدة 200 جرام من الزبدة اللي هنا استخدمت بدوية يعني زبدة حيوانية وليس المارغارين سوف نحتاج إلى أربعة من مربعات كيري أربعة قطع فقط لا غير هاته المكونات سوف أضع الزبدة مع الجبن المربعات بالنسبة للزبدة يمكنكم استخدام المارغارين لكن تبقى الزبدة الحيوانية ألد وأيضا سوف تختلفين مقادير أو كمية الدقيق إذا ما غيرتم أو استخدمتم نوعية زبدة مختلفة أو المارغارين هنا بعد أن تنسجم العناصر سوف أضيف الدقيق بالنسبة للدقيق أنا استخدمت نوعية تسمى دياموندا إذا استخدمتم نفس نوعية الدقيق نفس نوعية الزبدة سوف تحتاجهم بالضبط إلى 385 جرام من الدقيق سوف تحصلون على نفس هذا القوام لكن شرط استخدام نفس نوعية المكونات إذا استخدمتم نوعية زبدة مغايرة نوعية أيضا دقيق مغايرة لأن الرطوبة تختلف نسبتها في كل نوعية الدقيق سوف تختلف الكيميات تحتاج ما بين 350 إلى 400 جرام هذا هو القوام المطلوب تلاحظون أجين خفيف ونستطيع يعني هكذا تشكيله إلى أصيات صغيرة بسهولة تامة هذا هو الشكل اخترت هذا الشكل يمكنكم يعني أن تشكلوها على حسب الرغبة شكلتها على شكل أصيات هكذا لقيقة يمكنكم أيضا أن تبسطوها وتقوم بتقطيعها يعني بأشكال مختلفة سأحاول تسوياتها حتى أعطيها نفس الحجم ونفس الشكل بعد ذلك أدخلها للفرن تأخذ 15 دقيقة من 15 إلى 20 دقيقة في فرن مسخن على 180 درجة تأخذ لون ذهبي جميل فرن كهربائي مشتعل من الأسفل والأعلى والفرن الغازي فقط من الأسفل وهذا هو شكلها بعد أن أتممت طهو جميع الحبات لتبقى ذهبية اللون بهذا الشكل بعد ذلك سوف أقوم بوضعها في السكر نائم أو السكر السقيل لشكر غلاس بهذا الشكل صراحة رائعة جدا وهش هذا الحلوى وأهم شيء أنها سريعة التحضير وبمكونات متوفرة في كل بعض بعد ذلك سوف أقوم بإدابة الشوكولاتة السوداء لأقوم بتزينها من الجانبين هنا استخدمت الشوكولاتة السوداء استخدمت فقط بديل الشوكولاتة ليس شوكولاتة حقيقية سوف أقوم بوضع فقط هكذا للرأس في الشوكولاتة السوداء وأضع هكذا في ثانية حتى تجب بعد ذلك سوف أقوم بوضع الشوكولاتة من الجهة المقابلة بعد أن تجب قليلا أقوم هنا ووضعها في الشوكولاتة السوداء أيضا يمكنكم أن تضعوا جهة شوكولاتة السوداء جهة شوكولاتة بيضاء يعني تبقى هذا مسائل كلها اختيار يعني في التزيين فقط يعني فكرة وهنا سوف أزين البقية بالشوكولاتة البيضاء استخدم دائما نوعية غالا وهي أيضا بديل للشوكولاتة البيضاء وأغمر هكذا فقط يعني الرأس الحلوة في الشوكولاتة البيضاء تعطيها كذا منظر مختلف أتمنى أن تنال أعجابكم وأن تجربوها سوف أريكم قوامها من الداخل هشة ورطبة أنصحكم أن تجربوها لا تنسوا أن تنظروا موقع القناة سوف تجدون وصفات أخرى وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبتكم الوصفة أو على زر الاشتراك تتوصلوا دائما بجديد القناة أشكر متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله